شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين تمر علينا في الأيام القادمة وبالتحديد في يوم الجمعة القادم على ما هو المعروف ذكرى أليمة على قلوب المؤمنين وهي ذكرى هدم قبور أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الذين ثووا في البقيعة طبعاً عملية الهدم لم تقتصر على أئمة أهل البيت الإمام المشتبى الإمام زين العابدين الإمام الباقر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل شملت مجموعة أخرى من الأولياء عبد المطلب جد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هدم مرقده أبو طالب عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هدم مرقده خديجة أم المؤمنين صلوات الله عليها هدم مرقدها والقبة التي كانت عليها المراقد التي هدمت في مكة المكرمة والمدينة المنورة لعله من الجفاء للنبي الأعظم ولأهل البيت أن تمر علينا هذه الذكرى دون أن نتوقف عندها قليلا نتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع في فصلين الفصل الأول إن هذه العملية عملية هدم هذه المراقد المطهرة تحمل طابع التناقض مع ذاتها أولا وتتناقض مع القيم الدينية ثانيا وتتناقض مع الحالة الحضارية ثالثا وتتناقض مع واقع هذه الأمة الأمة الإسلامية رابعا أولا هذه العملية تحمل طابع التناقض مع ذاتها إذا كان هدم القبور واجبا شرعيا وإذا كان ترك هذه الأبنية محرما فلماذا هدمت بعض القبور وبعض المراقد دون البعض الآخر هل عندهم جواب على هذا السؤال ولماذا تكال الأمور بمكيالين إذا كانت الأبنية على القبور بدعة فلماذا نرى مرقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا زال مشيدا إلى الآن وإذا لم يكن في ذلك إشكال فلماذا هدمت تلك المراقد المطهرة كيف يحلون هذا التناقض الكام في ذات هذه العملية إذا أجابوا بالتقية أنه إحنا عدنا حالة التقية أنتم ما تعتقدون بالتقية من المسلمين تقولون التقية إنما تكون من الكفار وتهاجمون أتباع أهل البيت لأنهم يؤمنون بالتقية إذا تقولون هذه التقية أنتم لا تعتقدون بهذه التقية فكيف يحل هذا التناقض هذا أولا ثانيا هذه العملية تتناقض مع القيم الدينية القرآن الكريم يقول في بيوت أذن الله أن ترفع لاحظوا السيوط وهو من كبار علمائهم في كتابه الدر المنثور ينقل هذه الرواية عندما نزلت هذه الآية المباركة في بيوت أذن الله أن ترفع قام رجل وقال يا رسول الله ما هي هذه البيوت فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنها بيوت الأنبياء فقام أبو بكر كما ينقل السيوط وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما وقال هل هذه منها فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نعم من أفاضلها هذه البيوت أذن الله أن ترفع وهل يتم الرفع هذه البيوت التي أذن الله في رفعها بهدمها وتحويلها إلى يباب وتعريضها لأشعة الشمس والأمطار والرياح وما أشبه ذلك القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربة هل هذا مظهر هل هذا يعبر عن المودة أن تهدم قبور هذه الصفوة القرآن الكريم يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهل هذا تعظيم لشعائر الله إذن هذه العملية تتناقض مع القيم الدينية ومع الثوابت القرآنية ثانيا ثالثا الحالة الحضارية لاحظوا الأمم المتقدمة لاحظوا حالتهم لاحظوا مناهجهم الآن الحضارات الحاكمة في العالم كل الحضارات الموجودة في العالم هذه الحضارة أو التي تدعي أنها حضارة وتحكم عالم اليوم بالقوة والغلب كيف يهتمون بتاريخهم لاحظوا مناهجهم الذين قرأوا مناهجهم نقلوا لنا أنهم يهتمون احتماما كبيرا بتاريخهم أي أثر من عظمائهم يحاولون الاحتفاظ بذلك الأثر الذهبي وهو من كبار علماء العام ينقل هذه القضية أنه قيل لفلان من التابعين لو خيرت بين أن تعطى شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن تعطى ذهب الدنيا كلها وفضتها أيهما تختار فقال فقال ذلك التابعي أختار شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله على كل ذهب الدنيا وفضتها إحنا أيضا الآن إذا يخيرون في ذلك ينبغي أن نختار ذلك فضة الدنيا وذهبها تنتهي ولكن شعرة لامست تبركت بذلك البدن الطاهر هذه فيها البركة الذهبي وهو من كبار علمائهم ونقادهم يعلق على هذه القضية ويقول أن هذه الكلمة من هذا التابعي تدل على كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله الأمم المتحضرة في التاريخ الغابر في الحاضر كلها تهتم بآثار عظمائها ويحاولون تخليد هذه الآثار والاحتفاظ بهذه الآثار ينقل أن المسيحيين بنوا كنيسة كاملة وسموها كنيسة الحافر لأنهم يدعون أن حافر دابة عيسى المسيح لامست هذه الأرض كنيسة الحافر وأحفاد نبي الله صلى الله عليه وآله الذين هم بضعة منه تكون قبورهم ومراقدهم بهذا النحو هذه الحالة تعبر عن حالة غير حضارية ثالثا ورابعا إن هذه العملية تتناقض مع واقع الأمة الإسلامية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان الذين جاءوا من بعده المراقد كانت على طول التاريخ موجودة في مكة المكرمة والنبي صلى الله عليه وآله حكم مكة هناك قبر لهاجر وقبر لإسماعيل وفوق هذا القبر بناء الذين ذهبوا إلى الحج شاهدوا حجر إسماعيل طبعا قبل كان بنحو آخر كان على نحو بناء غرفة الآن تحول إلى هذا النحو الذي تشاهدون لم يأمر النبي ولم يأمر أحد من الذين جاءوا بعده بهدم هذا المرقد في الأردن هناك مجموعة من الأنبياء عليهم قباب مشيدة في الأراضي المحتلة هناك قبر نبي الله إبراهيم ونبي الله إسحاق ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف في إيران قبر النبي دانيال في العراق قبر ذي الكفل وقبر هود وقبر صالح هذه القبور كلها كانت ألف عام كانت هذه القبور بمرأة المسلمين جميعا وبعد ألف عام يأتي هناك رجل ويقول إن كل المسلمين كانوا على ضلاله فقط هذا هو الذي فهم القرآن مليارات المسلمين كلهم كانوا على ضلاله وكلهم كانوا ضالين أو كانوا مشركين لاحظوا هذه العبارة لإبن تيمية في كتابه الصراط المستقيم يقول عندما تم فدح القدس كانت لقبور الأنبياء هناك أبنية أبنية كانت ولكن يدعي ابن تيمية يقول ولكن أبوابها كانت مغلقة حتى القر الرابع الهجري إذا كانت بدعة إذا كانت ضلالة المسلمون لماذا لم يهدموها عمر بن الخطاب لماذا لم يأمر بهدمها هذا التناقض مع الواقع التاريخي لهذه الأمة طوال ألف عام إذن هذه القضية لا يمكن أن تكون مبررة لا من الناحية القرآنية ولا من الناحية الحضارية ولا من الناحية التاريخية هذا على نحو الاختصار البحث الأول البحث الثاني باختصار وهو بحث مهم هل لنا نحن مسؤولية في هذا المجار أو كل واحد يمشي في درب ويقول أنا ما علي هذا مو منكر هذا مو هاتك هاتك مؤمن عادي هاتك حرمة مؤمن عادي من المحرمات العظيمة عند الله فكيف هاتك حرمة هؤلاء الأولياء أحفاد النبي الأعظم سبط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أم المؤمنين خديجي هذا مو منكر ألا يجب الناحي عن المنكر هل نتمكن نحن أن يكون لنا دور في هذا المجال النهي عن المنكر لا تشترط فيه أن تكون عملية الناحي مؤثرة على نحو الفور واحد بعيد عند ابن هذا الابن ما يصلي اليوم الأول تقولون له صلي ما يأثر اليوم الثاني لكن إذا مئة مرة تقولوله خلال ثلاث أعوام يأثر بي واجب أنه عن المنكر لو مواجب واجب ولا يشترط أن يكون عملكم الذي تعملونه علة تام للتأثير هذان المطلبان الوالد رحمه الله ذكرهما في موسوعة الفقه يمكن أن يكون عملكم جزء من ألف جزء هذه كلها تجتمع فتؤثر هذه قطرات واحد منكم يتمكن يألف كتاب حول البقيع فليألف هذه خطوة في هذا المجال واحد يتمكن أن يلقي محاضرة خطوة في هذا المجال واحد يتمكن يطبع كتاب حول البقيع هذه خطوة في هذا المجال واحد يتمكن ينشر شريط في هذا المجال خطوة في هذا الطريق واحد منكم يتكلم يتمكن يكلم مسؤول من المسؤولين لماذا هذا العمل هذا العمل مضر حتى لدنياكم أنتو ملايين المسلمين تجعلونهم ضدكم بهذا العمل لماذا هذا العمل بغض النظر عن قضايا الآخرة هذه المجموعة من القطرات ولو هذه قطرة القطرة بمفردها ما تأثر ولكن مجموعة هذه القطرات أنا وأنتم وأنت وهو وهما وهم إذا اجتمعت تؤثر بالنتيجة هذه القضية نقلت قضية كلش قصيرة ولكن جدا معبرة عن أحد علماء النجف ينقل هذا العالم يقول في يوم الأيام كان هناك مشروع خيري ضخم يشاد مشروع ضخم فجاء رجل إلى القائم على ذلك المشروع وقال له ما هي قيمة اللبن الواحد طابوقة قديما الأبنية كانت عادة بالطابوك قيمة هشكت فقال قيمتها كذا فتقيمة جدا متواضعة قال أنا أتبرع بسمن لبنة واحدة البناء كيف تكون البناء تكون من مجموعة من اللبنات أنتو أعطيتوا لبن فلان أعطى لبن بالنتيجة البناء يرتفع ويشار لا تقولون ما هي قيمة هذه اللبن أو ما هي قيمة هذه الكلمة هالله تعالى بنى الكون على عنصر التراكم الآن إحنا البشر مكونين من ماذا من خلايا هذا الكون كله مكون من شنو من ذرات الكون كله مبني على عنصر التراكم هذه اللبنات هذه الكلمات هذه الكتب هذه المحاولات تجتمع شيئا فشيئا تؤثر مننا إلى بعد عاميا إلى بعد ثلاثة أعوام إلى بعد عشرة أشهر ويكون لكم الفخر في الدنيا وتكون لكم المثوبة العظيمة عند الله لأنكم شاركتم في رفع هذه الظلام عن أهل البيت لعله هذا العمل يكون وثيق من وثائق شفاعتكم عند الله وعند النبي الأعظم وعند أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في يوم القيامة يقال أنه عندما نمرود أشعل تلك النار العظيمة المعروفة رؤية هناك طير نوع من أنواع الطيور يحمل بمنقار قطر من الماء ويأتي ويرميها على النار قالوا له ما هي قيمة هذه القطر قال أنا أعمل بمقدار قدرتي أنا أظن أن القدرات التي الله تعالى أعطاها لنا قدرات عظيمة وأن كل واحد منا يمكن أن يكون له بشكل أو بآخر دور في هذه القضية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الطاعات والعبادات وأن يجعل كريمة أهل البيت وأن يجعل الإمام الرضا صلوات الله عليهما شفعاء لكم ولنا في الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي اشتركوا في القناة